وللمتابعة مشاهدين معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من بغداد هدى عزيز مراسلتنا هدى أهلا بكي أبدأ معك بخصوص جلسة البرلمان التي أخفق النواب اليوم بعقدها هل لديك أي معلومات عن سبب إخفاق النواب بعقد هذه الجلسة سوى النصاب القانوني؟ نعم أهلا وسهلا بكي زميلتي وبكل مشاهدي قناة الفلوج الفضائية مثل ما تفضلت مجلس النواب أخفق في عقد هذه الجلسة والآن في هذه اللحظات تحديدا السيد الرئيس مجلس النواب سليمة جبوري يعقد مؤتمرا صحفيا ليبين ويوضح أسباب عدم حضور النواب لهذه الجلسة طبعا كان من المفروض أن تأتي مفوضية الانتخابات أيضا إلى البرلمان لتوضيح موقفها بشأن الخرقات التي حصلت أثناء العملية الانتخابية لكن لم تأتي المفوضية عدد النواب الحالي لا يكفي لعقد الجلسة مجموعة قليلة من النواب طبعا وردتنا معلومات أن الذين كانوا ينوون المجيء أجلوا مجيئهم هناك النواب المتواجدين حاليا يسعون إلى جميع تواقع من أجل تقديمها كشكاوي إلى مفوضية الانتخابات أو إلى المحكمة التمييزية العليا نعم قبل موضوع الشكاوة النواب الذين قرروا تأجيل الحضور هل وردت أي أسباب؟ ما هو السبب؟ هل يمكن أن يكون هذا التصرف متعمد؟ نعم زميلة طبعا كما تعلمين يوم أمس كانت هناك تذبذب في إعلان النتائج كل ساعة تؤجل النتائج هناك كانت شكوك بشأن بعض المرشحين الفائزين وبعض المرشحين الذين قسروا وهناك بعض الأمور التي حصلت بشأن النتائج التي لم يطمئن إليها الجميع تغيرت بعض النتائج بعض من لم يفوز يوم أمس لاحظنا أن هناك حصل على مقعد انتخابي الكتل التي أعلنت موافقتها عن حضور جلسة مجلس النواب اليوم أعتقد بسبب ما حصل يوم أمس بسبب تذبذب هذه النتائج واختلاف التوقعات كانت هناك بعض النتائج مغايرة عن النتائج الأولية أعتقد أن اليوم مجلس النواب سوف يكون أمام تحدي كبير في حال أن هذه الجلسة فشلت لم يبقى أمامه سوى تقديم الاعتراض إلى مجلس المفوضين طبعا كما تعلمين قبل حوالي ربع ساعة تصلنا بالمفوضية أبلغتنا أن يوم غد سيفتح باب الطعن بالنسبة للكتل والمرشحين الذين وجدوا أنهم حصلوا على نتائج مغبونة بإمكانهم الطعن يمؤمس بهذه النتائج ومدة الطعن ستكون ثلاثة أيام فقط لأن المفوضية سيكون أمامها تزيق النتائج النهائية هل ينفصل ذلك عن مسار الشكوى التي قام بتقديمها ثلاثون نائبا وعدد من المواطنين إلى وزارة العدل أما أن الأمر واحد كمسار قانوني أقصد بالنسبة لإعتراضات النواب على العملية الانتخابية فيما يخص الخرقات التي حصلت أثناء هذه العملية كما تعلمين واضحة كانت للعيان جدا هذه الخرقات في عدد من المحافظات في البصرة في الديوانية في بغداد أيضا حصلت هذه الشكاوى من النواب ممن تلمسوا فعلا أن هذه الخرقات يجب أن تأخذها في الحسبان المفوضية المستقلة للانتخابات بالنسبة للشكاوى المرشحين الذين لم نعم تفضل يهدأ كمي بالنسبة لشكاوي المرشحين الذين وجدوا أن نتائج انتخابات يوم أمس جاءت غير منصفة بحقهم غدا سيفتح باب الطعن بهذه النتائج وهذه سياق قانوني متعرف عليه في كل انتخابات زميلة أنه يفتح باب الطعن أمام المرشحين وتقوم المفوضية بالبت في هذه الطعون خلال مدة ثلاثة أيام فقط لا أكثر حسب ما أبلغتنا به قبل قليل بعد هذا المفوضية أمام وقت ينبغي أن تصدق فيه على النتائج النهائية لهذه الانتخابات كما تعلمين حين تصديق هذه النتائج يكون مجلس النواب الجديد ملزم خلال فترة 15 يوم بالانتقاد لتحديد رئيس جديد له ونائبين جدد له أيضا نعم هدى عزيز مراسلتنا من بغداد شكرا جزيلا لك